اشتركوا في القناة السلام عليكم هلي فيكم في فيديو جديد وأخيراً قربنا على موعد الايباد برو الجديد في مارت وشهر ثلاثة فتوقع أن قبل شهر اثنين لازم تبدأ صناعة الايباد وإن شاء الله يكون عندها كميات كبيرة فالايباد برو انتظرينا المتوقع أنه سيكون فيه معالج A14X قوة المعالج لازم يكون اقوى بكثير من A12Z ولنشوف القوة اللي رح تكون فيها مية في المية رح يكون نسخة في شريحة تحط فيها الحق البيانات يكون فيها 5G برضو وهل رح يقوى على الامون نشوف التفوق أو نشوف المنافسة بين معالج الايو اس وبين معالج الماك لأن قبل معروفة القطاع الحق الايو اس لحين الحق الايباد لازم ينافس قطاع الماك ونشوف المنافسة بين القطاعين علشان نشوف التغيرات اللي رح يكون في الايباد يعني أنا أتمنى أن محل الكاميرا مش حلو هنا أتمنى أن الكيبورد جليد ينزدون أتمنى أن يكون فيه ابل بنسل جليد طبعا هذا الكيس بس كفر مشاري منو منزوم لكن الابل بنسل لازم يكون فيه شكل جليد بما أن الابل بنسل هذا حين قام يشتغل على الايباد اير طيب ش الميزة الحق الايباد برو بما أن هذا برو لازم فيه ميزات يبعدنا شوى عن الايباد اير لنشوف الميزات رح تنزل وبرضو فيه شي جديد رح تسوي قبل ان الايباد ميني فيها أخبار جديدة حين تقول لك الايباد ميني قبل رح تنزل الايباد ميني جديد فمدري فيه أشخاص متحمسين لحق الايباد ميني خاصة الابل عندها خياري خيار أن تخلي نفس كبر الشاشة اللي هي 7.9 وتشيل الحواف أو أن تخلي الحواف نفسها وتكبر الشاشة أنا أتوقع أن تخلي الحواف وتكبر الشاشة لأنه برضو الخبر يقول لك أنه سيكون حجم الشاشة 8.4 بدل 7.9 لن توقع ان الايباد ميني اذا كان شكل الايباد ميني نفس شكل الايباد اير فالقلم هذا لو أنك تخلي الايباد نفسه ميني وتشيل الحواف ما رح يكون فيه محل حق القلم الجديد هذا فابل أتوقع أنه لازم تخليه أكبر شوي عشان يركب فيه القلم هذا والايباد برو لازم أن نضع شي جديد في الميني لد هذا شي حلو في الايباد برو الكاميرات لازم يكون على الأقل نفس كاميرات نفسه 11 برو ميكس مثلاً ليس لازم التول في برو الكاميرا الأمامية 12 ميكي بيكسر تصور في ركي أبل أتمنىها يعني البصمة ما أتوقع تتم الفيس اي دي لأنه مكان الفيس اي دي ممتاز كثير في الايباد وممتاز كثير في الماك فأنا أتمنى أبل تنزدها في اللابتوبات رح نتكلم عن فيديو ثاني لحق تسيبات اللابتوبات لأنه تسوي السلسلة حين معاكم لسبوع هذا نفس المكان حقي بس بسوي حين حق الايبادات الحالة خلصي الفيديو هذا أصور فيديو ثاني لحق اللابتوبات برضو فهذه كل التسيبات أنا أتمنى الايباد ميني يكون في مكان له ما أدريش كيف يعني الايباد ميني هو كان نفسه نفس الايباد اير ما في فرق بينهم بس هذا حجم صغير وهذا حجم كبير الايباد ايد جينيريشن يكون أقل مواصفات كثير من الايباد ميني الايباد ميني هو يعتبر قوي وممتاز نفس الايباد اير لكن الوقفت او ما صوت جريد مع الايباد اير خلت الايباد ميني معالج فيه ايت وولف ب 400-500 دولار والايباد ايد جينيريشن فيه ايت وولف 300 تقريباً قليلاً فمن ذلك اللي رح يشتري لك الايباد ميني حين اللي موجود عندك في السوق او حطته في المتجر ب 400 دولار تقريباً وعند الايباد ثمانية اكبر الشاشة ونفس المعالج هلأ يتقير اسمه لايت اذا كنت بترجعن المنافسة وت搞ين فيها نفس الايباد اير فالايباد ميني مرة اي ايد هلأي pract a14 اذا لن يرجع schaut التنافس ويرجع اللي ايباد ميني في مكان الم challeng نقري الاخبار هلأ ا действительно النابل هلأ chess إصلاح القناة democrات未El Planning دارة العربية لتأكيد للأيباد ميني ستظرك لأيباد ميني ولا يناس على Gray ستظرك لأيباد برو أو لأيباد Air اذا لئي تقول ان Quant enlightening فالأيباد 8 أعبر كي تضح البعächen ستظرك من الوضع لأيباد 8 يكون مزيد pen أو متوسط مع grit ادعى Apple Pencil 2 proud if an usable USB لكن كيف ستطور lightning ستجعل البع heps the Apple Pencil 2 فسرات جميع للعلوم هل راح تغير شكله هل راح تخلي نفسه بس بتقلل من البازل شوي وتنزع اي فورتين مثلا اذا كان تخلي بربعمائة دولار مادري يحس الايباد مني ننتظر ما توقعنا راح ننزل في مارت يمكن في ايبرول شهر اربعة مثلا او في سبتمبر مثلا مادري فما في اخبار محدد لحق وقت اعلان عنه لكن الايباد ابرو ما عارفين انه في مارت وان شاء الله يكون في مارت ونتظر مارت ونشوف بس في نهاية الفيديو لا تنسوني اشتراك في الغناء وانتظروا الفيديو ثاني البكرة وعمل لك المكتب ونشر المكتب لا تنسوني مفضل دعاكم والسلام عليكم